في خدمة الرئيس خرج عمار سعداني بفوز عارض في نهاية المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني وبعد ثلاثة أيام من عمر هذا المؤتمر حصد الأمين العام للعتيد حصيلة موسم سياسي ثري فقد تمكن من تمرير غالبية مطالبه واقتراحته سواء ما تعلق منها بهياكل العتيد أو خارجه فقد انضم سبعة وزراء من حكومة عبد المالك سلال رفقة الوزير الأول إلى عضوية اللجنة المركزية وبذلك أغلق الأفلان الجدل الدائر منذ سنة بشأن الوزارة الأولى والأغلبية الوزارية التي طالب سعداني أن تكون من حزبه بحكم أنه يحوز على غالبية المقاعد النيابية في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وبانضمام الوزراء السبعة فضلا عن الوزير الأول لعضوية اللجنة المركزية يكون الأفلان قد تخلص من عقدة الأغلبية البرلمانية دون الحكومية ويكون سعداني قد حقق مطلبا سياسيا يستثمره لاحقا في إدارة شؤون الحزب وعلاقة العتيد بالأحزاب السياسية الأخرى سواء من معسكر الموالات أو المعارضة كما أن حكومة عبد المالك سلال الأفلانية ستجد نفسها في أريحية تامة تمكنها من تمرير مشاريعها على ضوء المستجدات الاقتصادية المتأثرة بتراجع أسعار النفط في السوق الدولية وما ينجر عن ذلك من تأثير مباشر على الجبهة الاجتماعية عشية المواعيد السياسية التي توصف من قبل المحللين بالمصيرية ضمن أجندة السلطة والحكومة دلالة أخرى يحملها قرار التحاق الوزراء السابع بالأفلان ففي بيئة سياسية تتسم بالكثير من الصدام والقلق الذي تبديه المعارضة خلصت السلطة إلى ضرورة وضع قطارها على السكة ما تسعى إلى تحقيقه دون عوامل مباغتة قد تزج بها في أتون الصراعة بارزة تعمل على تقويض عوامل بروزها من خلال الترتيبات السياسية التي شرعت فيها على مستوى منظمة الحكم بالتحضير لتعديل الدستور مثل ما أكده الرئيس بوتفليقة في أكثر من مناسبة وأعاد سياغته الوزير الأول عبد الملك سلال الأسبوع الماضي وفي انتظار العاشر جوان موعد التحاق أحمد أويحيا ببيته في الأرنديت تكون السلطة قطوى الترتيبات العتيد ويكون سعداني قد خرج منتصرا بتزكية عمودية وأخرى أفوقية تحضيرا لباقي المواعيد السياسية المعلنة وغير المعلنة